البيئة في أسبوع الدكتورة يسمين فؤاد تصدر توجيهاتها بشن حملات تفتيشية على عدد من المصانع والشركات بالقاهرة الكبرى واخرى للتفتيش على محطات معالجة الصرف الصحي بالشرقية وزيرة البيئة تشهد مراسم توقيع تفاقي التعاون لتنفيذ مشروع وحدة غاز حيوي بحديقة الحيوان بالجيزة والذي يعد الأول من نوعيه في مجال حدائق الحيوان ومن المشروعات الرائدة من الناحية الاقتصادية والبيئية وعبر تقنية الفيديو كونفرنس دكتورة يسمين فؤاد تناقش مع إحدى شركات القطاع الخاص فرص الاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة وتؤكد العمل على خلق مناخ داعا وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في العمل البيئي وزيرة البيئة تلتقي بممثل منظمة الفاو لبحث أوجه التعاون بينهم وتؤكد لدينا تجارب لمشروعات بيئية مميزة نسعى للتوسع فيها من خلال التعاون مع المنظمة وتنفيذ لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا وزيرة البيئة أصدر توجيهاتها بإغلاق المحنيات المركزية خلال أعياد شم المسين وتحت رعاية وزارة البيئة عرض بالمظلات على دفاف الميل للترويج لحملة السيد رئيس الجمهورية اتحضر للأخضر وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للمظلات بهدف رفع ونشر الوعي البيئي لدى كافة رؤية المجتمع شكرا لكم وإلى أن نلقاكم في نشرة ديئية جديدة